الزمالك يشكو بوبنزا للفيفا وكارثة التعاقد مع كونراد ميشالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على خلاطكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصرات والسلام على رسول الله وما تنساش يا صديق العزيز تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجراشنا وصورتك كل جديد وتعمل فلأة متابعة أو لايك لصفحة الفيس بوك من ثلاثة أيام أو أكتر تقريبا فيديو عندك موجود على الصفحة صديق العزيز طلعت وقلت هروب بوبنزا من نادي الزمالك وفي ناس كتيرة طلعت قالتلي إزاي بوبنزا هرب من نادي الزمالك ده وقع وجاي في الطيارة انت مش بتحب الزمالك ولا ايه اللي بتقوله ده انت بتقول اي كلام عشان الشو والترند واللقطة والريتش والكلام ده كله هاي تقول حاجة زي كده بتقول ما جماعة انا عندي معلومة ما فيش الكلام ده ومش عارف ايه طب أنا يا جماعة عندي معلومة من اكتر من 3 ايام أو اربعة ايام ان الراجل مش جاي الزمالك وان الراجل هرب وان الراجل مش هيرض على الناس وان الراجلternal 1990 والرسائل وكل الكلام ده خلصان وفضل الله كنت تقريبا 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 الله أعلم مش هبقاش بس بظلم حتى تقريبا أول واحد في الإعلام الرياضي أو في الميديا الرياضية أو في اليوتيوب أو الكلام ده كله اتكلمت عن بوبين زهرب ومش جاي نادي الزمالك أيا كان مصادري بقى منين من الجابون من رومانيا النادي اللي رايحوا من مصر من هنا من أيا مكان الحمد لله رب عمين عرفت وصل المعلومة يعني مش عايز أقول لك منين مش عايز أقول لك من مصدرها بس عرفت وصل المعلومة بفضل الله وعرفت أن بوبينزا مش جاي وبالفعل يا جماعة النهاردة رسميا أحد أضام جزدار النادي الزمالك الأستاذ عمر أدهن طلع وتكلم وقال أن بوبينزا مش بيرد على تليفونات مجلس الإدارة خالص بقاله كذا يوم وبوبينزا موقع معنا اتفاقية التعاقد والمفروض أن احنا الراجل لو ما نتزمش معنا هنشكو لي الفيفا طب أنا ازاي من ثلاثة أيام قلتلك أن بوبينزا هرب وأن الزمالك بيجه الشكوى للفيفا لأن اللعب مش جاي النهاردة قالك أنهم بردش عليهم والنهاردة قالك أن احنا هنشكو لي الفيفا والنهاردة قالك أنهم ما يطلبوا 100 مليون جنيه تعويض لو ما جاش بوبينزا لنادي الزمالك طيب إذن بفضل الله تعالى اللي قلته حصل أنا دلوقتي عندي إحساسين والإحساسين عكس بعض تماما إحساس بفرحة كبيرة جدا وإحساس بزعل كبير جدا إحساس الفرحة كبيرة جدا هي إحساس كابتن طريق إيحيا لما طلع عليك أن ربنا نصرني إن بفضل الله اللي قلته طلع صح وفضل الله بفضل الله فقط مش شطرة مني ولا اجتهاد معظم اللي بقوله بنسبة 90 أو 95% بيطلع دائما صح واحد دولتها بصفقة من رمضان صفقة من رمضان كل الإعلام المصري والتونسي والمغربي والعالمي قالوا إن الأهلي خلص مع اللعب الاتفاقات وكل الاتفاقات مع النادي توقعت على وقود تحطت في العقد فاضل الإمضة وتحويل الفلوس فاللي قلنا صح برضو إن الأهلي أنهى جميع إجراءات الاتفاقات مع نادي فرانك فاروس وبن رمضان فاضل التوقيع بفضل الله فبفضل الله برضو ما قلناش أي حاجة غلط واتكلمت قبل ما أعطيته الله ييجي واتكلمت قبل ما يوسف أيما ييجي بشهر واتكلمت قبل صفقة أشرف داري قبلها بأسبوعين وبفضل الله تعالى واتكلمتك على بن طيج الحمد لله ربنا يعني النعمة وفضل من ربنا فقط مش شطرة ولا اجتهاد مني أبدا بس فالإحساس بقى الحزين إن بوبينزا لعيب سوبر ولعيب متميز جدا 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 يعني على مستوى الكورة وكان هيفرق قوي قوي مع الزمالك لدرجة نوع كان مقوي قلبي إن أنا بدأت أتوقع أو بدأت بقى عندي بعض التفاؤل بأن الزمالك هيفوز بالسوبر بسبب بوبينزا بس ولكن بعد عدم وصول بوبينزا والموضوع كان صعب جدا 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 والزمالك راح قال لك خلاص أنا هعوض لنا رحيل بوبينزا بكون رد ميشا لك قبل يا جماعة بس ما تكلم عن كون رد ميشا لك معلش في حاجة مهمة جدا لازم كانتكلم عليها أنا آسف نستت في أول الفيديو لازم كنا ندعي لكابتن إيهاب جلال الله يرحمه يا رب ويحسن إليه ويدخله فسيحة جناته ويصبر أهله ويلهمهم يعني يلهمهم يا رب الصبر والسلوان ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين راجل كان محترم ومؤدب وعلى خلق وعمرنا ما أسمع أن أعمل مشكلة وعمره ما تكلم بأسلوب وحش على حد وعمره ما ما طلع عشان الشو والترند وكلام ده كان جاي يشتغل بس وكان قمة في الاحترام والأدب والرقي والأخلاق والعلم والخبرة في كل حاجة الله يرحمه يا رب برحمته الوسعة ويغفر له هو أحمد رفعت ومحمد عبدالوهاب وعلاق علي والعمري فاروق الله يرحمه ويارب ما يكون ناسي حد وغيرهم كتير يا رب يعني يرحم يا رب أموتنا وعمتكم جميعا يا رب ويشفي مرضانا ومرضاكم جميعا ويرزقنا جميعا يا رب بالخير والسطر والصحة والرزق الحلال يا رب المهم كونرد ميشالك ده لاعب في نادي أحد سعودي اللعب ده بيلعب جناح وممكن يلعب مهند اللعب ده أرقامه هي أرقام تقريبا حارس مرمى أو مدافع لعب 245 مباراة أحرز 29 هدف وعمل 20 أسست يعني تقريبا تقريبا شارك بعشرين أو 21% مباراة وأهداف وأسستات يعني تقريبا كل خمس مباراة بيجيب جون أو يعمل أسست طب عمر فرج عمر فرج لعب 18 مباراة جاب ثلاث أهداف أو هدفين وصنع أعمل أسست يعني تقريبا كل ست مباريات بيجيب هدف أو بيعمل أسست ما كامل احترام ليهم والله يمكن في زمانك يبقوا أحسن من كده لكن أنا شايف أن دي مشتفقات سوبر أنت روح تجيبت عمر فرج اللي الأهل كان بيتكلم معاه ورجعه أو صرف نظر عنه عشان أرقامه كانت ضعيفة وهو في الآخر بيقعد احتياطي لو سامة أبو علي في المنتخب في المنتخب فلسطين فأنت رايح جايب احتياطي لمهاجم الأهل ليه مع كامل احترام ليه والله يا رب يوفق مع زمانك بأحسن لعب في الدنيا بس ما زلنا ما عندنا الصفقة سوبر بن طيج سيد النضاي عمر فرج وميشالك كونرد ميشالك المفروض جايب قاهرة عشان يوقع أنا آسف يعني في اللي أقوله بس مين دول مين دول بجد مين دول فضلنا صفقة تانية يعني احنا كده عندنا كاما أجنبي عندنا المسلوسي وعندنا بن طيج وعندنا سيدنا نضاي تحت السن وعندنا الجزيري المفروض مشالك ده هييجي وعندنا سامسون أنا صح كده آه صح فأنت هتصليب سامسون زي ما أقول حاجة غريبة جدا يعني وعجيبة ولا أنا مش فاكر صح ولا أهم صح إيه ده فربنا يأصر حالة رب والزمالك بيجاه الشكوى للفيفا عشان بوبينزا عشان يشتكوه وبينزا خلاص المدير الفني اللي نادي الروماني اللي كان بدربه قبل كده قالك هو جاي عشان يرفض عرض الزمالك الراتب بتاعه أعلى بكتير من الراتب بتاعنا وإحنا أوراقنا صحيحة وكل حاجتنا صحيحة هو حالين في نيجيريا بيستخرج الفيزا الشينجن عشان يجي لنا رومانيا ماشي كان مع أخوك صريقك عمرو عاطف في قناة صفحة صاحب الكورة شوفك إن شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم